أعتقد الجواب الصحيح على سؤالك أخي الكريم لا يوجد تقاطع لأننا أمام قانون جديد هو قانون رقم 9 لسنة 2020 أي أن القانون اللاحق هو يلغي أو يعطل القوانين أو الأحكام السابقة لذلك أعتقد أن الرأي الصحيح هو ما أشار إليه أستاذ نطارق حرب من أن لا يوجد تقاطع بين أحكام المادة 76 هذه المادة دستورية وتعطي الشكل العام أو بصورة عامة تنظم أمور السياسة والحكم في البلاد لكن هناك أكثر من 59 موضع في دستور سنة 2005 يقول وينظم ذلك بقانون مثل النفط والغاز قانون مجلس الاتحادي الكثير من النقاط من ضمنها قانون الانتخابات عليه فإن المادة القانونية المنطبقة على واقع الحال اليوم هو نص المادة 45 هذه المادة التي تتحدث عن نقطتين الانتقال بمعنى أن يفقد الشخص أو الفائز أو الكتلة أو القائمة هويته ويضيف عددا إلى الكتلة التي أفواً منع الانتقال أستاذ عبدالستار منع الانتقال يكون ما بعد تشكيل الحكومة صح؟ بالضبط بالضبط منع الانتقال أي بمعنى أنه المسألة بسيطة جداً في كل امتحان في كل سباق في كل مباراة هناك فائز أول هناك فائز أول وهناك فائز ثاني وثالث وهناك خاسر فمن الطبيعي أن يكون الفائز الأول الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على قوائم الفائزين يكون لزاماً على رئيس الجمهوري أن يكلفه بتشكيل الحكومة الاتلاف لا يكون إلا بعد أن يترشح سيم من القوائم أو صاد من القوائم وعند ذلك تحتاج إلى الاتلاف مع قوائم أو أشخاص آخرين لغرض تحقيق النصاب القانوني لأنه مثلاً تمتلك سبعين مقعد مئة مقعد نفترض أن قائمة من القوائم تمتلك مئة مقعد لا تستطيع أن تشكل حكومة ما لم تأتلف مع قوائم أخرى أو أشخاص أو نواب آخرين لغرض الوصول إلى 165 مقعد النصف زائد واحد أستاذ عبدالسان رمضان اليوم أكو مرشحين أو فائزين مستقلين لا ينتمون إلى كيانات سياسية لوحظ أنهم بدأوا ينخرطون ويعلنوا انضمامهم إلى تحالفات أخرى فائزة كيف يمكن أن يقاس هذا الموضوع بمعيار القانون يعني الفائز الواحد الفائز المستقل ألا يعد كياناً بذاته وما ينبغي أن ينتقل بنفسه إلى كيان آخر إلا بعد تشكيل الحكومة لا بالضبط نعم كلامك صحيح هذا الأمر هو يخضع أشبه إلى الإعلام أو أشبه من نوع التأييد أو أشبه بانكشاف الأقنعة حيث أن الكثير من الذين يعتقد الناس أنهم مستقلين أو رشحوا أنفسهم حين أنهم من أنصار قائمة معينة أو إتلاف معين لذلك نعم ستار أنا ما أقدر أسميه أنه هذا إعلان هذه مخالفة قانونية هذا رايح يمثل السلطة التشريحية بل الله لا قيمة صح؟ نسميها مخالفة قانونية أنا أريد أن أقول لك أريد أن أقول أنه لا قيمة قانونية لإعلان أي نائب بالانتقال إلى أي قائمة أو إتلاف لأن الشخص أو الجهة التي تحدد المرشح الفائزين والقوائم الفائزة هي المحكمة الاتحادية وليس النائب سين أو نائب صاد وبالتالي هنا تسجل مخالفة ما هو السبيل لإعلام هؤلاء الناس يعني هذا رايح المفروض للسلطة التشريحية راح يقسم على صيانة الدستور والقانون وإلى آخره هو بعد ممعد القسم ارتكب مخالفة قانونية هاي شنو جزائها المفروض يعني هذا يعني هو الآن بعد ما يعتبر نائب هذا يخضع يعتقد أنه يكون خاضعا لأحكام المادة 140 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 المعدل باعتباره يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات حيث أن الجهل بالقانون ليس عذر أي أن أحد النواب يقول أنه أنا ما أعرف هذا ليس بعذر وإنما يكون مخالفة قانونية واضحة وصريحة